طيب دكتور لو تكلمنا عن مثلاً اللي هي الأغذية اللي هي مدعمة لا السوائل في الجهاز الهضمي وفي الجسم كامل يعني أنت قبل شوي مثلاً ذكرت البطيخ هل البطيخ يتعبر من العوامل اللي تحافظ على السوائل في جسم الإنسان بحيث ما يحس بالعطش؟ هي لا تحافظ هي مصدر للسوائل تعطينا يعني مصدر؟ مصدر طبعاً مصادر السوائل ليس الماء فقط وليس الشاي والقهوة وبقية السوائل لا الخضار الفواكه تعتبر من مصادر الماء للإنسان فبعض الخضار الفواكه مليئة فوق يعني 90% منها ماء لذلك هي من ضمن السوائل اللي نحن نحتاجها يعني نحن نحتاج تقريباً 2500 ملي لتير اللي هو لترين ونصف ليس كلها ماء ترى فقط السوائل منها يمكن تجي يمكن 1200 ملي لكن فيه ممكن تأتي من الطعام الطعام الأكثر احتواءاً في الماء ترى الفواكه الخضار في بعض الأطعمة ترى احتواءها من الماء قليل جداً يعني المكسرات فيها 3% ماء غير جيدة وممكن تتعطش كمال لنها مليادة ملوك نعم والزيد العطش فعلاً معظم المعلبات ترى محتوي على ملح الأطعمة المعلبة تحتوي على ملح الأجبان تحتوي على ملح بكميات كبيرة الناس الذين يأخذون سحور من المطاعم والمطاعم يضيفون كمية كبيرة من البهارات والملح غير الدهون البهارات والملح وأنت تتسحر في هذا الأكل ماذا سوف يفعل؟ سوف يزيد من كمية العطش بشكل كبير جداً الناس الذين يأكلون يعني خلينا نقول يتسحرون فرضاً وجبة البروستيد مشهورة هذه والمطاعم البروستيد أصلاً زحمة في ليلة على أساس من الوجبات الدسمة للسحور هذه يعني مصدر للعطش يعني رقم واحد سوف يعني تعاني نهار رمضان من هذه الوجبة وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى لأنك أكل نوع من هذه الوجبات يمكن ما أحد يتصور قديش هي ترجمة نانسي قنقر